كل استاذ المتشاهدين بالكامل يعني حققوا علينا زي ما أنا قلت النهاردة هيكون اتصالات ورسائل كثيرة ولكن في مقال مهم جدا كاتبه بكرة في اهرام الغد لستاذ محمد عبدالهيد الرئيس الحرير الاهرام هذا المقال مهم للغاية ضد عنوانه وماذا بعد طبعا ده المقال ضد تسييس نقابة الصحفيين لا يختلف صحفي واحد ينتمي الى مهنة الكتابة ونشر الوعي على ضرورة توفير كل الضمانات التي تتيح الممارس المهنة ان يقدم للرأي العام صورة حقيقية عن واقعة وان يدعم مصداقية بالمعلومات والحقائق ودرور النقابة التي ينضوي تحتها كل من يعمل في المهنة بشكل شرعي هو ان تناضل من اجل توفير مناخ افضل للممارسة الصحفية وان تزود عن اعضائها عندما تتعسف السلطة او تعوق عمل الصحفي في اطار قانوني يمنح نقابة الصحفيين صلاحية التحدث باسم جمع الصحفيين المقدمة السابقة من اجل ان اصل الى بيت القصيد فيما جرى امس في مقر نقابة الصحفيين حيث دعم مجلس النقابة الى اجتماع عاجل تم توظيفه سياسيا كلام مهم وواضح جدا انا توظيفه سياسيا في قضية لم تكن تحتمل كل تلك المزايدات ودخلت على خط العمل النقابي قوة سياسية وعناصر من غير الاعضاء من غير الاعضاء لهم اعضاء النقابة اعتادت الوقوف على سلالم النقابة في ازبنا نجدها في بهو وقاعات النقابة تحرك الاحداث وتفتعل الازمات والصدام مع الدولة وتصبغ النقابة باللون السياسي لا يعبر عن مهمة مجلسها او رأي غالبية اعضائها ان العمل النقابي يأخذ معناه من منح الاولوية للارتقاء بالاداء المهني واعلاء شأن المهنة من خلال برامج محددة يحاسب من خلالها اعضاء الجمعية العمومية المجلس المنتخب عن ادائه للنهوض بالصحفيين مهنة الصحافة في مصر في امس الحاجة لاستعادة رونقها من خلال اتاحة فرص التدريب والتحديث لادوات الصحفي وليس لاستعراض العضلات السياسية لقلة في مجلس النقابة وصلت الى مقاعدها باصوات تتوق الى تحقيق نهضة في الممارسة في عصر يموج بالمتغيرات نقف اليوم ضد مبدأ تسيس اللي بيقول الكلام ده رئيس تحرير الاهرام السيد محمد عبدالهادي نقف اليوم ضد مبدأ تسيس العمل النقابي في مهنة يعبر الصحفيون فيها عن ارائيم على صفحات الجرائد التي يعملون فيها ولا يوجد مثيل في نقابات الصحفيين مماثلة على المستوى العالمي مثلما هو موجود هنا اليوم مع تأكيدنا على الايمان المطلق بحرية العمل النقابي وضرورة ان تقف النقابات داعمة لاعضائها في المقام الاول في اطار من القانون وليس لحماية الخروج عليه اللي هو الخروج على القانون يعني ان الزملاء والزميلات اعضاء نقابة الصحفيين المصريين لديهم اليوم مسئولية الزود عن المهنة في مواجهة تشويه صورتهم امام الرأي العام من خلال افعال قلة تريد منبرا في وسط القاهرة لاشعال الفتنة في الوطن بينما تنظر اغلبية ساحقة من المصريين الى الامر باعتباره عبسا ومراهقة سياسية تخصم من رصيد مهنة مهنة مسقلة بالخطايا التي يقترفها بعض المنتسبين اليها كلمة اخيرة كلمة اخيرة رئيس تحرير الاهرام عندما اتخذ الاهرام موقفا مدافعا عن النقابة حصن المهنة لم يكن موقفا للمزايدة السياسية او مع طرف ضد طرف ولكنه كان موقفا اصيلا يمثل الصحيفة الام للصحافة المصرية والعربية دفاعا عن حرمة النقابة اما وقد حاول البعض تسييس القضية وتحويل النقابة الى سفارة كلام ده مهم جدا لما يكتبه رئيس تحرير الاهرام اه اما وقد حاول البعض تسييس القضية وتحويل النقابة الى سفارة لدولة اجنبية توفر ملازا امنا لمتهمين من غير اعضائها فان موقفنا هو نفس موقفنا عندما حاولت جماعة الاخوان الارهابية اختطاف النقابة لمصلحتها لمصلحتها الصحيفة الاولى التي رأت على مدى عقود طويلة تطور العمل النقابي يعنيها يعنيها ان تسترد نقابة الصحفيين وعيها بالاعلاء من شأن الممارسة المهنية ومحاسبة اعضائها وفقا لمساق الشرف الصحفي المعطل ولا تريد ان تنجرف النقابة اكثر في طريق لعبة سياسية خطرة تخرج اعضائها من دائرة النقد او النقل الامين للاخبار والمعلومات الى انحيازات ليست في مصلحة الوطن مقال مهم للغاية بكرة رئيس تحرير الاهرام مقال الخاص به على صدر الصفحة الاولى ضد تسييس نقابة الصحفيين